يا الله كان ناقصني هيك مشان اكتئي بأكتر مين بتضيط طلع فيني وأنا بهالتسريحة؟ أوف مين بيتحملني؟ أنوار مع في غيره لأني اتحملته بالزمنات أمي! والله موقتك أسيل يو طبعاً ما رح يرد لو أنا كنت محله أكيد ما رح رد على واحدة شعراتها هيك طبقين لحظة كيف رح يعرف؟ ما هو بعده لهلأ ما شافني بهالتسريحة ليش ما رد لكان؟ أمي وينك انتي؟ فيشي أنوار باي؟ ليلي أمي وينها؟ برجناني الله يستمر أمي! خير؟ ليش يا يا بكير اليوم؟ أنت شلون بتعملي هيك فينو بأخي؟ ليش شو عاملي؟ ما فهمت؟ عم بيحكي عن استغلالك لمرأب لأنك خلتية تسرق مشروع الماركة تبعنا وتبيعه على الشرك المنافسة شو كذبت عليك هديك السخيفة ما بعرف بس أنا ما بعمل هيك أنوار؟ أمي! أنا شفت كل شي صار بعيوني هدول يعني ما في لزوم لحدة أنه يقل لي أو يشرح لي بتسجيل كاميرات المراقبة كل شي واضح لا أنوار أنا ما لي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا حتى من بعيد أكيد مرام بعد ما انكشفت حبت تتروحني معه بس أبصر ليش؟ طيب وشو مشان العقد يلي خلته لأخي إنو يوقع؟ عن أنا عقد أصدك؟ العقد يلي بيقول إنو في حال فشل المشروع الشامل تبع ماركة الشركة كل الضرر أخي راح يتحمل مسؤوليته بشكل كامل قالوا نعم بدي مساعدتك حلو واقعد مشكلة هاتي لأشوف طبعاً من ناحيتي ما في ضعي ارتاح أبداً بس جيبوني مشوعة كله حلون شو الوضوع؟ هلأ شوفي؟ لنفترض إنو في شاب رفيقته كانت عم تتصل فيه وما عم يرد عليها مرتين وبيفصل بوشة شو معناتها؟ شلون شو معناتها؟ بيكون مشغول؟ لحظة استني لقل ليك شو وضعه هاتي رفيق؟ قريب كتير يعني؟ ولا رفيق عادي؟ هلأ شو رح تفرق إذا كان قريب ولا بعيد؟ بس رفقتهم عادية وما في أشي بنوب بنوب فهمت انتي أمتى رح تصحي على حالك؟ لأمتى رح تضلي هيك هابلا؟ ليكي جاوبيني مو أنتي اتصلت بأنو رفيقك؟ وما رد عليكي؟ لك بيسان كيف عرفتي؟ مو معقول أنتي تعرفي كل شي؟ اي أنا اتصلت فيه وما أرد علي مرتين شو يعني زعلان مني ولا ليكون صار شي مومنيح؟ شو صار ليك روئي؟ هوي مو رجل أعمال؟ بيكون بياجتمع؟ أو بالتوالد؟ رجال الأعمال كمان بشر أسيل؟ يعني بيتحمم وبيأكل هيك حياته؟ مو هيك قصدي القصة أنه قلبي مانو مرتاح حاسي رح اختنق ومتوترة طيب اسمعيني منيح ليكي أنتي كم مرة اتصلت بأنوار؟ لا هلأ؟ مرتين آه مرتين منيح لسه عندك محاولة تصلي مرة تعالتي بس لا بقى تتصلي بعدها؟ قولي والله معناها بتصل فيه فوراً رح دقله أسيل هي آخر محاولة فكري منيح قبل ما تتصلي إذا معرض ما بترجعي بتدقي؟ ولا مرة؟ ولا مرة أسيل أبداً أوف معناها خليني استنى لبعد شوي وبتصل يلا باي باي هالمرة شو مشكلتها مع هالشاب؟ عن جد ما عم أفهم؟ ستي في مجال ما عد نحكي بهذا الموضوع لو سمحتي إمي سودته لو الشي ليش أنت شو دخلك إبني؟ هي اللي بتتحمل نتيجة أفعالها معقول ستي شلون ما دخلني؟ اللي عملت هاي المصايب بتكون إمي ليش ما عم تفهميني إنتي؟ والله فهماني عليك بس ما عارفاني شو بدي أعمل يا ابني ونتصل بعزة ولما بيرجع بلاقي حل المشكلة هالموضوع أكبر مني ومنك كمان يا أنوار خلي يجي لهون ويحكي معا متل العالم ويتفاهموا طيب وأنا شو بدي يقول له بس يرجع؟ أمي حاولت الدمر لأبنك وأنا ما قدرت أعمل شي معا؟ لا ما فيك تحكيلك اللي صار لا أبي ولا أخي فينا نخبرون عنه لما يعرفوا شو صار ما راح نقدر نلم العيلة مرة تانية أه تاتي؟ تاتي شبكي؟ أنت منيحة؟ أه، ارتفع ضغطي على الأغلب والله حاسي راسي رح ينفجر طيب شو رأي يكفوت جبلك الدوة تبعيك مع كاسة ما؟ لا لا أنت لا تاكلهم هلا بصير منيحة أه بدي أفهم كيف ما بتديري بالك منيح؟ كيف ما بتفكري أنه في كاميرات مراقبة بالشركة معقولة تكوني غبية لهالدرجة يا مرام؟ خلاص ماما داليا كمرة بدي يقولها؟ ليش وضعي كان بيسمح لي أن يفكر بالكاميرات؟ كنت خايفة ومقطوع قلبي أنه عم بسرق الصور أنه ما أنمسك هاي كانت فرصي الوحيدة لحتى أخدهم ما كان في وقت شو أعمل؟ لا تعملي شي كان ناقص أنك تحملي ماغريفون وتصرخي بالشركة أنك عم تسرق الإعلان الجديد طلعت عطيتك إيمي أكتر ما بتستاهلي لا تكبري معي بالحكي لا أنت وحدة وقحة تحمدي ربك أني لسه عطيتك إيمي وقعدة معيك داليا خانم خلاصنا وبعسكتي ولا تقاطعيني حاكي كل شي لأنور وبالتفصيل؟ مين فكرة حالك؟ كيف تتجرقي وبأي حق بتخلي ابني يزعل مني لك؟ كيف يعملي هيك؟ سمعي يا خانم أنا كنتكن اللي دافعتي عنها قدام مراد واللي استخدمتيها بكل مخططاتك عرفتي مين؟ أنتي مانك إلا وحدة رخيصة واستغلالية لا هيك عنش تزودتيها لا لسه ما شفتي شي وقت اللي بسلم هالسيدي لمراد ورجيني شو راح تساوي بوقتها لا أكيد ما بتعمليها وليش لحتى ما أعملها؟ ممكن تعطيني بس سبب واحد لحتى اتراجعوا مع عطية؟ مو واحد فيني أعطيكي أكتر من سبب بصراحة داليا خانم بس مرة حقول كلام حتسمعي بإذنك؟ أسهل بكتير لا مراد بس رح يتأثر لأنه بيني وبين مراد فيه اتفاق نجاح المشروع الكل بيتشاركه بينما الاخسارة مراد لحاله رح يتحمله أهلين أسهل؟ رد على التليفون بقى أنوار لو سمحت شو يعني كل هالقد صعبة تقول ألو؟ نعم فهم كل القصة بترد وبتقول ألو شو هالشغلة يعني؟ لك رد علي أسهل ألو أنوار؟ بس أنا رديت؟ والله هاد انت؟ بس ليش ما سمعتك؟ رديت على التليفون؟ قول ألو كمان لشوف بدي يتأكد خليني اسمعي يلا قول ألو ألو؟ والله هاد انت؟ لا ما عم اتخيط ليك أنوار أنا اتصلت فيك أكتر من مرة لأنه نشغل بالي علي لأنك ما رديت علي ليكني رديت كرمال ما ينشغل بالك أكتر لسه مجغول عن جد أنا بنت مهوسة اللو اسواسي بينزعلي مرائي ببهر وبكبر القصة وبساوي من الحبة إبه المهم انت منيح؟ ايه منيح؟ ما قدرت رد عليكي لأنه صار معي كم شغل اليوم شو الموضوع صوتك مو منيح؟ حكيلي بسرعة شو القصة؟ ستي تعبت ووجع راسها شوي وهلأ سطحتها بغرفتها وأمي وأبي مانون هون ما لي عارفان شو بدي ساوي أخذها على المستشفى ولا أجيب للدكتور لهون على البيت أحسن؟ موسيقى أشك لافتاً ألمان موسيقى موسيقى